بعد أكثر من سنتين على القطيعة يلتقي الرئيس هادي بقيادات المجلس الانتقالي لجنوبي وسط غموض يلف تفاصيل اللقاء الذي لم توثق له ولا حتى صورة واحدة بسثناء خبر قصير على موقع سباء الحكومي وصفحات قيادات الانتقالي التي تحدثت عن لقاء تم بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وفق وكالة سباء فإن هادي أكد على توحيد الجهود باتجاه تنفيذ الحلول العادلة للقضية الجنوبية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني في الوقت الذي أبدى فيه الانتقال استعدادا للعمل تحت مضلة الرئيس هادي بضمانة التحالف لمعالجة الأخطاء التي حدثت وتحسين الخدمات وهو ما يظهر من البداية تقاطعا في فهم الشراكة القادمة بين طرفي الاتفاق وكيفية الحلول للقضية الجنوبية الاتفاق طبعا يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز الشراكة الواضحة ما بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وبرعاية كريمة من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بحسب محللين فإن الاتفاق السياسي الذي يوقع الثلثاء الماضي في الرياض بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يحمل في طياته بذور جولة أخرى من الصراع نتيجة الصياغة الفضفاضة لبعض بنوده وترك تفاصيل الملف الأمني بدون توضيح دقيق لكيفية تنفيذه في ظل خلاف يطفو على السطح بين الحكومة التي ترى البدء بتنفيذ المسار الأمني والانتقال الذي يرغبه بتطبيق المسار السياسي أولا إذا فشل هذا الاتفاق ربما ستعود موبة الاشتفاكات والمواقعات العسكرية بين الطرفين وربما قد تخلق مشاكل جديدة فيما بينها البين نتيجة عدم وضوح أيضا وحتى هذه اللحظة غير وضوح وغير هذه الانتفاق غير واضحة وغير مؤمنة عنها فيما يبدو فإن الاتفاق صيغة ليظهر السعودية أمام العالم كراع فاعل في الجنوب الذي كاد يذهب منها وهو ما ظهر من خلال التسوية التوفيقية التي ترضي جميع الأطراف حيث أعطت الرئاسة دفت القيادة وبرأت الإمارات من التهم الموجهة لها ووضعت الانتقالي عضوا فاعلا في التحركات الدبلوماسية الخارجية بينما أعطت لنفسها أي السعودية الكلمة النهائية والأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر